استنتاج هام عن حماد بن بلتين بن زيري الصنهاجي وأدواره السياسية والعسترية في تأسيس الدولة الحمادية ألطان الخامس هجري الموافق لألطان الحادي عشر ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات خاتمة بعد أن استطاع حماد تحقيق غايته في الانفصال عن أبناء عمومته بدأ يظهر كيان دولته والتي دامت حوالي طان ونص وهذا كله يرجع إلى حسن تسير أمرائها الذين استطاعوا أن يؤسس دولة مترامية الأطراف في المغرب الأوسط واستطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على الساحة الدولية فإن هذه الدولة منذ تأسيس على يد حماد بن بلتين واجهت العديد من الصراعات فلم يكن بمردورها الانغلاق عن نفسها حيث أنها تعرضت للعديد من الهجمات سوى من القباة البربرية تقبيل تزناده من أبناء عموماتها الزيرين حيث كانت القوة والسير إلى الأمام وتحدي المصاعب من السمات التي تورثوها ومنها ثبات داعيم دولتهم من خلال حسن تسير وتدبير أنظمة الدولة السياسية والإدارية حيث جعلت من نفسها تيانا سياسيا مستقلا عن الدول الأخرى وعليه فقد توصلنا إلى بعض النتائج الهمة منها إتقان حماد للأدوار السياسية والعسكرية التي لعبها لتأسيس دولته موقع القلع الحصين كان عاملا مهم في تأسيس الدولة الحمادية حيث صمدت أمام هجمات الأعدال فترات معتبرة كان حماد يتمتع بشخصية قوية أبرز ملامحها الحتمة والفطنة والذاتة والشجعة والعديد من المصادر التاريخية تحدثت عن حماد بن بلتين ومعارته السياسية والعسكرية التي خضى في سبيل إنشاء دولتي النظام السياسي للدولة الحمادية كان استمرار لأنظمة الدول التي سبقتها خاصة دولة الزيرين نظام حكم الدولة الحمادية جمع بين الوراث والاستبداد وهذا حسب ظروف طبيعة الدولة نذات كامتان للدولة عاصمتان الأولى بالطلع ليتم نقلها إلى بجاية وذات نتيجة الأخطار التي كانت تواجه القلع نذات وفي الأخير يمكن الطول أن هناك نرسا في المراجع التاريخية حول شخصية حماد على الرغم من اهتمام العديد من المصادر والمراجع بالدولة الحمادية ونتمنى أن نكون بعملنا قد سددنا ثغرة ولو بسيطة في هذا الجانب لأن هذه الدولة تعتبر من المفاخر التاريخية لتاريخنا الوسيط باعتبارها إنتاج جزاري خالص تأسيسا وبناء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اشتركوا في القناة